عدت قواتنا المسلحة الأمنة والاستقرار إلى قرية ظهرة عبدربوه بمنطقة الليرامون بعد أن دمرت آخر أوكار الإرهابيين فيها كما أوقعت قواتنا باسلة عددا من الإرهابيين قتل ومصابين قرب معملي الزجاج والسيف في محيط سجن حلب المركزي ودمرت أوكارهم بما فيها من أسلحة وذخيرة وأدوات إجرامية وفي قرية الزيارة التابعة لبلدة منغ قضت قواتنا باسلة على عداد من إرهابيين جبهة النصرة في حين دمرت وحدة ثانية عددا من الآليات المحملة بالأسلحة والذخيرة على طريق دارة عزي وفي منطقة كويرس تم تدمير أسلحة وذخيرة للإرهابيين كانت محملة في عدد من السيارات والقضاء على عدد من أفراد المجموعات الإرهابية المسلحة قرب شركة تويوتا ومطعم الطحان ومعمل البوض ومحطة وقود القداح وجمعية كليكيا على طريق حلب إدلب إلى ذلك اشتبك جنودنا بواسل مع مجموعات إرهابية مسلحة في دوار الحيدرية بمدينة حلب وأوقع معظم أفراد المجموعات الإرهابية قتل ومصابين ودمر عربتين كانتا بحوزتهم إلى درع حيث تواصل قواتنا المسلحة ملاحقة العصابات الإرهابية في منطقة درع البلد وتوقع في صفوفها قتل ومصابين وتدمر أوكارهم وأدوات إجرامهم كما استهدفت بواسل قواتنا أوكار الإرهابيين وتجمعاتهم في قرى وبلدات الشبرق نافعة صيصون جملة جلين طفاص تسيل عبدين معرية نوى الناصرية وقضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين من بينهم أحمد عجاج وسامير محلي ليبيل جنسية والإرهابي الملقب أبو علي الحوراني وآخر ملقب أبو الخواريف كما تصدت قواتنا البسلة لمجموعة إرهابية حاولت الاعتداء على حاجز عسكري في منطقة الدارة بريف درع الشرقي وقضت على معظم أفرادها وصادرت أسلحتهم من بينها صواريخ وحرارية